نحن الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته ما حكم أن يرأى من رأى صائمن يفعه ويفتره وهو ناسي وين يخبره و أي Depois رأى صائمن و هو يفتر وهو ناسي واخبره هل يخبره و يتركه و يفتر بعدها و يفتره هذا السؤال يقول إذا رأى صائمن يأكل أو يشرب ناسيا فهل يذكره أو لا يذكره هذه أيضا مسألة تخرج من قائدك عام إذا رأيت أخاك يفعل ما تفسد به عبادته ناسيا فعليك أن تذكره عليك أن تذكره فإذا رأيت صائم أن يأكل أو يشرب ناسيا فذكره قل إنك صائم وإذا رأيت شخصا قام إلى خانسة في الظهر وأنت متأكد نبه إذا رأيت صائم مصليا نصلي إلى غير القبلة وجه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو المؤمن وقال المؤمن لمؤمنك البنيان يشرب بعضه بعضا وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والأدوان فإذا رأينا أي شخص يفعل ما تفسد به العبادة وجب علينا أن نذكره حتى لو كانت اللقمة في فمه نذكره ويلفظه عاربتم الآن يعني لو رأيتم الآن شخصا يصلي إلى غير القبلة هل تتركونه لا توجهونه إذا رأينا شخصا ياكم ويشرب ويشرب ووصائل نذكره شيخ أن تناهوا عنهمك هذا مثل الذي يقول إذا رأيس القط أخذ حمامة شخصا فلا تنقذها منه لأن هذا رزق القط أتعرفون القط ما هو نعم هل هذا صحيح القط الرزق هل الله أجاب الله لحمامه بياكلها نقول لا لا تستنقذها منه خلوه يأكلها لأن هذا رزقه ما هو صحيح أدوها أينها قد يكون على الفعالة الرياض الكلام يشعلي على أن هذه بعض العوام العوام على اسمهم هو ليس عندهم معرفة بالشراء ولا معرفة بالواقع ولهذا نقول متى رأيت أخاك يفعل شيئا تفسد به عبادته فعليك أن تذكره سواء صيام أو غير صيام شكرا